أنيميا كسل النخاع العظمي أبلاستيك أنيميا يعد نخاع العظمي من أهم المراكز في الجسم فهو عبارة عن النسيج الإسفنجي الدهني الموجود داخل العظام والذي يتم فيه تكوين خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسوجين إلى جميع أنحاء الجسم والصفائح الدموية المسؤولة عن تجلط الدم وإيقاف النزيف وخلايا الدم البيضاء التي تحارب العدوى كما يحتوي نخاع العظم أيضا على خلايا غير مكتملة التمايز معروفة باسم الخلايا الجذعية المكونة للدم وكي نتعرف على أسباب أنيميا كسل النخاع العظمي لا بد أن نعرف أولا ما هو النخاع العظمي هو عبارة عن مادة حمراء إسفنجية داخل العظم تنتج خلايا جذعية وعند حدوث ثلف في النخاع العظمي تقل قدرة النخاع على إنتاج كريات أخرى ليظهر هذا النوع من فقر الدم والمعروف باسم فقر الدم لا تنسجي وفيما يلي أهم الأسباب التي قد تصيب النخاع العظمي بشكل مؤقت أو دائم العلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي فقد يظهر فقر الدم لا تنسجي كأثر جانبي مؤقت لهذه العلاجات استخدام أدوية معينة كالمستخدمة في علاج التهاب المفاصل الروماتزمي التعرض المتكرر للسموم الكيميائية كبعض المبيدات الحشرية والبنزين العدوى الفيروسية مثل فيروسات التهاب الكبد بارفوفيروس وبي تسعة عشر وفيروس نقص المناعة المكتسبة اتش آي في ومع ذلك يوجد العديد من الحالات التي تكون مجهولة السبب أما بالنسبة للأعراض فتتمثل فيما يلي الدوار الإعياء الصداع شحوب الجلد تكرار الإصابة بالعدوى أو استمرارها فترة طويلة عدم الانتظام في ضربات القلب أو سرعة خفقانه صعوبة في التنفس عند بذل مجهود سهولة الإصابة بالكدمات أو حدوثها دون سبب طول مدة النزيف من الجروح نزيف في مناطق الأنف واللثة الطفح الجلدي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر